مفهوم جديد لتقنية L3D من التقنيات الرائعة التي ظهرت في عالم التكنولوجيا تقنية L3D منهم من يعتبرها تقنية معقدة ومنهم من يعتبرها بسيطة ومؤخراً مجموعة من الباحثين وضعوا مفهوماً جديداً لهذه التقنية يفتح الأبواب لتكنولوجيا عرضاً جديدة مفهوم جديد لتقنية L3D يفتح الأبواب لتكنولوجيا عرضاً جديدة بدك تتفرج على فيلم بتقنية الأبعاد الثلاثة من دون ما تدفع ولا ليرة بس تتفرج على فيلم بعين وحدة عبر فتحة بحجم حبة البازيلا في دراسة جديدة أشار مجموعة من المتابعين أن خلال مشاهدتهم مشهداً معروض على شعشة مسطحة ظهر هذا المشهد بشكل سلاسي الأبعاد لكنهم شاهدوه بعين واحدة عبر فتحة صغيرة بعض العلماء شككوا بهذه النتيجة وطالبوا بدليل أقوى لإثبات صحة النظرية تقنية L3D الحالية تعتمد على نظرية عمرها 200 سنة وهي عرض صورة مختلفة لكل عين وهذا هو مبدأ النظارات سلاسية الأبعاد التي تقوم بفصل الصورة وتتيح لكل عين أن ترى نسخة مختلفة من نفس الصورة وبنفس الوقت ومع تكرار هذه العملية لسلسلة من الصور يتشكل فيلم L3D العلماء فسروا ظهور التأثير سلاسي البعد عندما يقوم الدماغ بجمع الصورتين المختلفتين القادمة من كل عين وهذه الطريقة لن تتم إلا إذا استخدم الشخص عيناه الإثنان بعض الطلاب حاولوا أن يقدموا برهاناً لنظرية الرؤية سلاسية الأبعاد باستخدام عيناً واحدة ولكن جميع هذه البراهين لم تأخذ على محمل الجد ويقول عالم النفس الذي يقوم بدراسة فهم الدماغ للبعد الثالث دهراج فيجفنس يقول إن سبب إهمال الأبحاث هو إن الباحثين قاموا بالتجارب على أنفسهم وقام بالبحث السابق الباحثين دهراج فيجفنس والباحث باول هيبرد ووظفوا ثلاثة وعشرون شخصاً ليجروا التجارب عليهم استعمل كل مشارك عيناً واحدة ليشاهد صوراً مختلفة عبر فتحة بحجم حبة البازيلة وكانت النتيجة عشرون شخصاً شاهدوا الصورة بالأبعاد الثلاثة ولكن لوحظوا بأن الصورة ظهرت بالأبعاد الثلاثة فقط عندما كانت الفتحة المشاهد من خلالها تحجب حواف الصورة وحلل الباحثون النتيجة بأن الدماغ يحاول تحديد المسافة بين العين والجسم المشاهد من الصورة بدلاً من تحديد المسافة بين العين والشاشة الباحث بجامعة نيويورك سيتي لويد كوفمان يقول بأن الأبحاث السابقة لم تثبت صحة النظرية لأن النتيجة تعتمد على مشاهدات أشخاص بدلاً من اعتمادها على مقاييس خارجية موثوقة وبرأيه من دون دليل حسي لا يمكننا إثبات النظرية السابقة بكفاءة وتأثير الطريقة الكلاسيكية للرؤية ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على كل العينين بكل الأحوال التجربة مانها صعبة بس غطي عدسات نظارة بطبقة صودة وترك فتحة بحجم حبة البازيلا وشاهد الفيلم جربوها وشاركونا تجربتكن